نوضع أيضا يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد نايف عيسى الشيخ رئيس الفرع القانوني في قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية أهلا ومرحبا بك إذن ما هي أبرز جهود خفر السواحل طيلة الفترة الماضية للتصدي لأي مخالفات تتعلق بالصيد البحري قيادة خفر السواحل تواصل حملاتها للتصدي المخالفات البحرية من حملات تفتيشية وتوعوية في المناطق البحرية أو المناطق الساحلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وفي إطار تنفيذ القوانين والأنظمة للتصدي للمخالفات البحرية في المياه الأقليمية لمملكة البحرين والتأكد مدى التزام البحارة والصيادين بالقرارات المنظمة للصيد وكذلك صلاحية الترخيص البحرية بمختلف أنواح للسفن الصغيرة إضافة إلى ذلك التأكد من توافر أدوات السلامة البحرية ومدى صلاحياتها وتأكد غيارة خفر السواحل حرصها على تكثيف الحملات في البر وفي البحر وذلك للحفاظ على الأمن البحري فرض السيطرة البحرية والتصدي المخالفين والخارجين عن قانون كما تبدل قيادة خفر السواحل جهود حثيثة بهدف المحافظة على الأمن والسلامة البحرية فرض الرقابة البحرية في المياه الأقليمية لمملكة البحرين بالإضافة لدورها التوعوي الذي يتمثل بنشر إرشادات السلامة التي تم تقديمها لمرتدين البحر بشكل دائم كيف سيتم التعامل مع القرارات الجديدة بشأن منع تصدير مختلف نوع الأسماك في المياه الأقليمية للمملكة انفاذاً لتوجيهات حضرت صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة ملك البلان المعظم حفظه الله ورعاه لعمل ضوابط لتنمية واستدامة الثروة السمكية وحمايتها والحفاظ على المخزون السمكي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة رئيس المجلس العلا البيئة القرار رقم واحد لسنة 2024 بشأن حضر تصدير جميع نوع الأسماك والربيان والحياء البحرية التي يتم صيدها في المياه الأقليمية للمملكة البحرين سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو حتى مملحة أو معلبة أو مدخنة ويستثنى من ذلك سلطان البحر المعروف بالقبقب وقنديل البحر المعروف بالجلفش كذلك صدر القرار رقم اثنين لسنة 2024 بشأن حضر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق وذلك خلال شهري أبريل ومايو من كل عام فيما عدا عام 2024 حيث سيكون الحضر خلال شهر مايو فقط ويجب على الصياد التي تقع في معدات صيد هذه الأنواع من الأسماك في وقت الحضر أن يبادر بعادته وإطلاقه في البحر وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامته وهذا النوع من القرارات الموسمية لحفاظ على الثروة البحرية مطبق مسبقا على سرطان البحر القبقب من منتصف مارس لغاية منتصف مايو من كل عام كذلك الربيان من بداية فبراير لغاية نهاية يوليو من كل عام ولكيان عد من منتصف أغسطس لغاية منتصف أكتوبر من كل عام حيث ستواصل قيادة خفر السواحل دورها في إنفاذ القوانين من خلال ضبط جميع المخالفات المتعلقة بحضر الصيد الموسمي واتخاذ كافة الإجراءات والتداوير القانونية وحالة المخالفين للجهات المختصة نعم الرأد نايف عيسى الشيخ رئيس الفرع القانوني في قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك